إصابات الملاعب عند الفرعنة العلاج الطبيعي في بردية مش روشتة إصابات الملاعب مش اختراع حديث ولو متصور إنه علم عمره 200 أو 300 سنة فانتغلطان ده علم بيعود تاريخه لأكتر من 5000 سنة مع المصري القديم صاحب الإنجازات الطبية الجبهرة تعالوا نسمع الحكاية المصريين القدماء كانوا بارعين جدا في علم إصابات الملاعب وكان عندهم معرفة كافية عن طرق معالجة إصابات الملاعب من خلال العلاج الطبيعي وبعض التقنيات اللي لازمنا منستخدمها لحد النهاردة هتسألني وهم كانوا بيلعبوا إيه أصلا؟ هقولك المصر القديم برع في رياضات كتيرة جدا زي الفروسية والملكمة والمصرعة والعدو وكل مدون على جدران المعابد هتسألني وانت عرفت منين إنهم برعوا في إصابات الملاعب؟ هقولك التقنيات تم تدونها ببرديات ولوحات فنية موجودة في مقابر بني حسن بالمينيا زي بردية سيمت ودي بيعود تاريخه للفترة من سنة 3000 ل2500 قبل الميلاد وبردية هيرست ودي بيعود تاريخه للفترة من سنة 2420 ل2170 قبل الميلاد البرديات دي أعرفتنا إزاي كان القدماء المصريين بيتعاملوا مع إصابات العظام والمفاصل والعضلات مش بس كده ده كمان كان فيه تقنيات كانوا بيستخدموها في العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي واللي من خلالها كانوا بيعيدوا تأهيل الشخص المصاب إلى نشاطه الطبيعي واستعادت ليقته البدنية مع الوقاية من حدوث إصابات جديدة وفي النهاية صديق المصري الحفيد لو عندك إصابة ملاعب ارجع لبرديات أجدادك شكرا